اهلا بكم مشاهدين مرة تانية ومستمرين في فقراتنا معاكم في نهارك سعيد مين اللي يقدر ساعى يحبس مصر؟ ده السؤال سأل الشيخ امام في غناء سنة 1972 على لسان شاعر العمية السياسية الكبير زين العابدين فؤاد ودي ما كانتش اول اغنية يغنيها له انما هي كانت اول اغنية كتبها زين العابدين خصوصا للشيخ امام عشان يغنيها شاعرنا زين العابدين فؤاد يتمتع بروح شباب عالية جدا وتواضع بيجذب لي كل الناس اللي حوالي غير انه حكاء من الدرجة الاولى ولو اسطوب مميز جدا في الحكي احنا النهاردة هيكون معانا شاعرنا الكبير زين العابدين فؤاد وهنا هنتكلم عن ديوانه الاخير وش مصر صباح الخير فانا صباح اللو استاذ زينة احنا اعتقد انه الكفاح هو شعار حياتك كلها يعني حتى ديوانك وش مصر صدر بعد قصة كفاح ياريت نسمعها منك لان انا اعتقد انه اخرت ست سنين الطبعا الاولى اه الاول انا عايز اعتذر ان صوتي تعبان جدا لان عندي برد شديد جدا كان قواعد الرقابة للكتب مختلفة تماما زمان عند الوقتي وطبعا احنا دفعنا تمن طويل يعني ونضار طويل لكل المثقفين عشان تتغير القواعد اه انا نشرت كل اصايد الديوان في الصحف وكنت بقولها في الندوات واحيانا في الراديو انما انك تيجي تعملها في كتاب قواعد مختلفة برغم ان احيانا بيبقى فيه رقيب قاعد في الجريدة بيقرأ كل حاجة وينضي عليها فيه رقيب زميل وتاني قاعد في مكتب الرقابة يرفض وكان عندهم منطق انه الكتاب لو باع تلت نسخ هيبقى والجريدة لو وزعت مليون نسخة الناس هتنساح فده كان الموضوع ففعلا اترفض ديوان وش مصر من 64 حتى اخدت الموافقة في 71 فلما اخدنا الموافقة طبعا القولة بتاع الدوان ما نزغتش السوق خالص لسبب طريف جد ان احنا في الفترة دي انا كنت في الجامعة كنت نشيط جدا في الحركة الطلابية فعملنا بونات ب 15 قرش كان سعر الكتاب اظن وزعنا 2800 بون من عدد 3000 طبعناه فعن احنا وزعنا من الكتاب 2800 نسخة قبل ما نطبعه فعلى طول طلع وهتوسط ديت الطبعة الاولى اللي طلعت بعد كده انا بقيت ممنوع تماما من النشر في مصر ده على طول كده اه يعني اوتوماتيك اه خلاص لا صحف ولا كتب ده صدر القرارة في سنة كم ده في 73 73 في 73 ايام حكم الرئيس الروح الانور السيد اه ف73 وهو قال اننا لن انشر حرفا في مصر طالما هو على قيد الحياة وتنفذ ده فعلا يعني فما نشرتش هدواني التاني اتنشر في بيروت وانا كذبه كله في سجون مختلفة واسمه الحرم في السجن وانلي صدر اخيرا اول مرة طبعة مصرية اللي هو مين اللي يقدر ساعة يحبس مصر وده يجمعنا للسؤال اللي احنا اقتدنا به جميل طب بقدر نسمع اي منه بقى اللي انت عايزه اللي حضرتك تشوفه اللي حضرتك شايف انه ممكن نسمعه في وقت زي ده يعني مش هنقول انه احنا متشأمين لكن الظروف فيها ملابسات كتير مسببة حالة من يمكن ممكن نقول الاحباط ممكن بعد برضو موضوع سفر الامريكيين فيه قلق كبير في المواد يعني في حالة كده الناس فيها ممكن تقول لهم ايه تختار لهم ايه تسمعها لهم طيب بس قبل ما اقول كده انا ليه مهنة اساسية حرفة حرفتي انا متفائل واحترف بمعنى بمعنى ان انا بشوف التغيير اللي بيتم في المجتمع ويتم في الناس وده محدش هيقدر يسحبه منه فيه تغيير حقيقي في ملايين الناس في مصر حصل ومحدش هيقدر يسحب التغيير ده من الناس من النساء من الشباب يعني كسر حواجز الخوف وكده وان كل ما يبقى فيه عنف شديد استخدمه السلطة الناس بتطلع بكميات اكبر وباعداد اكبر وده نشوفه في كل العام الماضي فمن هنا انا بشوف اما بشوف تغير مثلا في سووك المرأة انه تسحل امرأة في الشارع فيطلع تاني يوم خمس تلاف امرأة في مظاهرة للاحتجاج على كده انه تحاول ان تهان امرأة في كشف العزرية فالبنت ما تعودش اسيرة الخجل او العار انما تروح المحكمة وما تروحش وحدها تروح مع ابوها وهكذا ده تغيير حقيقي في الناس فانا بشوف التغيير وبشوف ايضا يعني لو هناخد انا ابتدي بمقطع من قصيدة مكتوبة سالة ستة واربعين من كتاب مين اللي يقدر ساعة يحبس ده التجميع مش كده لا لا ده دوان يعني ده دوان وده دوان يعني الدوان الاول اللي هو صالع احنا ده اني مش مصر اه اللي صالع الان من طبعة الرابعة دي الطبعة الرابعة فهو قدرت اعمل بعد كده طبعتين ثم اول كتاب يصدر لي انا عندي سبعين سنة اول مرة انشر في جهة حكومية لم انشر حرفا توقعتها في جهة حكومية توقعتها في يوم الايام تحصل مني بقولك انا متفاعل واحد بس بس هو يعني ساعة المنع مثلا في تلاتة وسبعين هل توقعتها بعد كده انه يجي اليوم اللي انت تنشر فيه في بلدك في مصر اه اكيد لان انا مراهن احنا نشوف الحاجات اللي انا بقولها انا هبتدي بمقطع صغير من قصيدة اسمها مقاطع من الخميس البيض رجع المقتور يمسح دمه رجع الموكب شايل همه شايل رحمه شهده ماشيين في جنايس بعض شهده شهده من فوق الكتاف شايلنهم شهده فوق الارض يا بلدنا يا بطن كبيرة كبيرة وبتخلف ترجف تنزف تزرع شهده تحصد شهده من قبل عرابي مات شهده من بعد عرابي مات شهده وفي كل طعون وطعون وفي كل دراع بيخون بيموت شهده علشان يضحك في الضلم مات شهده أنا شايف إنه ممكن جميل طب زي ما قلنا في البداية إن حضرتك شاعر يعني عمية سياسية وفضلت متوسك بيها رغم اعتقالك كثيرا والسجون ومنعك من الكتابة لا منعي من النشر يعني منعك من النشر حدش يقدر يمنعك أنا أحسر من الكتابة لكن كان إيه سر إصرارك على هذا الاتجاه يعني ليه كنت واخد الاتجاه ده ومصمم عليه وبرضه عشان الناس تفهم في البيت إيه سر الدافع بالنسبة للشاعر كبير زي حضرتك هو رؤيتك يعني الشاعر يبقى عنده رؤية الرؤية ديت أنا ضد توصيف الشعر السياسي يعني مكتملة السياسة جزء فيها لو هي السياسة بس هيبقى بيقول شعرات إنما في رؤية في رؤية تاريخي إن أنا بشوف تاريخ الشعب المصري بتعامل معاه وبشوف إنه دائما بيتم إحباطات لكن بنتجوزها يعني أنا حضرت في الشارع 68 فبراير ونوفمبر 68 أنا حضرت في الشارع حركة طلبة 72 أنا حضرت في الشارع 75 أنا حضرت في الشارع 18 19 يناير 77 أنا حضرت في الشارع ثورة 25 يناير من أولها شفت الفروق كان يعني شفت الدنيا طرح إذا حضرت كل الأحداث دي شفت الدنيا في 25 يناير إزاي شفت يعني أجمل تراكم ممكن بادله الورود والشوكولات هو نفس الإعلام فلو إحنا ما بنشوفش الإعلام ده وبنشوف الحقيقة هنشوف تاريخ الشعب المصري وبنشوف إن كل مرة أنا دايما نقول إن الثورة دي بدت تحضير لها من 100 سنة من سيد درويش هذا العظيم سيد درويش إيه لي سيد درويش في ثورة 19 إيه المساء الأساسي قوم يا مصري أنا المصري الكريم العنصرين ارفع رأسك فوق أنت مصري 25 يناير مش فيه تشابه إنه عودة سيد درويش إلى الشارع الغنب الشارع عودة الشيخ إمام مرة تانية على الشباب اللي كانوا بيغنوا الشباب اللي كانوا بيغنوا في كل مهدين الثورة يتجمعوا العشاء مثلا مين اللي قدر ساعي يحبس مصر كلهم ما كانوش تولدوا لما كتبتها أنا كتبتها من 40 سنة طب حضرتك بيبقى إن حضرت يعني 25 يناير وهو قلت إنه تراكم لكل اللي فات ده دي أول مرة الشعب المصري بجد يطلع زي ما بيقوله على بكرة أبيه يطلع في الشوارع بالشكل ده ويقرر إنه هو لا أنا هشيل الحاكم بتاعي حضرتك شفتها إيه تتويج لمجودات الشعب المصري شفتها إزاي شفت إيه الإختلافات أو إيه الفرق يعني لو رجعنا بالذاكرة لأجمل 18 يوم في الميدان حتى يوم 11 افتكر إنه ما حصلش على الإطلاق أي حالة تحرش بين امرأة ورجل خاص ما حصلش ما حصلش أي حالة اعتداء على كنيسة أو الناس كانت قاعدة مع بعض فعلا الناس كانت بتتعامل إزاي أجمل ما فينا طلع وهو ده اللي بيحاولوا يسحبوه مننا يعني أجمل ما فينا هو اللي كان موجود وإنه ياخدك في سكة كتيرة وطويلة والدستور الأول والبرلمان الأول وإيه الأول وإيه وياخدك وكل يوم يدوخك في حاجات كتيرة جدا جدا عشان يبعدوا الناس عن المسألة الأساسية والمسألة الأساسية إن هذا الشعب قرر إنه يمسك الزمان الشعب يمسك الزمان الشعب رفع العمل ودي أغنية كتبت تتغنى مبارح أنا كاتبها من الفتر كتبت تتغنى مبارح في مدان عبدين من ألحان أحمد إسماعين أغنان أحمد إسماعين وغناها في الشارع طيب هلالك كتير من أشعارك أهدتها الشخصيات أثرت في حياتك أو في العالم وموما زي مثلا قصيدة أهدتها للمفكر الراحل نصر حمد أبوزيد المفكر عبد الفتاح الجمل قصيدة تانية أهدتها لروح الشهيد عبد الحكم الجراحي حسنا أتكلمت عن ناس يعتبروا أبطال في العصر الحديث ومجهدين لكن دلوقتي عندنا الشهيد اللي دموا راح كتير في البلد في السنة اللي فاتت يمكن كل شهر كان عندنا فيه ده فأنا حابب أختم كلامي مع حضرتك برأي حضرتك في ده وتقول له إيه تختار مقطع إيه نختم به فقرتنا توجهه للشهيد أو لأم الشهيد لأنه فيه ناس فيه بيوت كثيرة جدا عايشة في نقول عايشة في حزن وعايشة في قرب على أولادها اللي فقدوا واللي الغاد دلوقتي ما خدوش حقوقهم ولا حتى برضو فيه حصر نهائي نقدر نقول مين شهيد في السورة ومش مين شهيد في السورة بس الغلب بيجمع الكثير من الشهدات مزبوط زي ما أنا ابتدت قلت إن إحنا شهداء ماشيين في جناز بعض إحنا للشعب المصري من زمان على فكرة يعني فيه هذه الزائر أنت ذكرت اسم مهم هو عبدالحكم الجراحي قصة عبدالحكم الجراحي قصة خرافية لو مجرد قلناها من غير شعر تبقى هي شعر عبدالحكم الجراحي شاب مصري طالب في سنة تلتة كورية الأداب جمعة فؤاد الأول جمعة القائم ماشي في مظاهرة يوم خمستاشر نوفمبر خمسة وثلاثين على كبرى عباس اللي رافع على مصر محمد عبدالحكم جراحي محمد عبدالحكم جراحي أطلق عليه الرصاص سقط عبدالحكم جراحي شهيدا من أول طلع اتقدم عبدالحكم الجراحي ورفع العالم وده أصبح شعار للمظاهرات من خمسة وثلاثين لأربعة وخمسين عبدالحكم رافع على مصر طب نختم بمقطع إيه لأن احنا بيقولولي إن احنا وقتنا خدس نختم بمقطع على عبدالحكم فضل ونهي إلى عبدالحكم الجراحي وحي بكتب لك لك نمسح عن قلبي عار الخوف والراجفة أمسح عن رجلي زل الوقفة بكتب لك لك نهرب من الموت جوايا ترفع إيدك ويايا بالراية تمسح إيدك على جدري وتورقني تمسح إيدك على قلبي في بحور الدم تورقني بكتب لك اطلع اطلع من جلد الموت من برج النسيان اللي سود ازعق بالصوت يطلع كربيج بتمزقني داسوا بجزامهم على وشي ولا سرختش وقفوا في وشك رديت رفعوا بنادقهم على سدرك عديت مديت ضربه مزأت جروحك وكتبت وأنا في القوضة الضلمة بكتب لك علشان أهرب حتى من نفسك اثنين نعط على الخير ما انتش أول واحد ولا آخر واحد يا حبيبي يا حبايت عنقود شهده بكتب لك وبحس بروحي بتتاخد وأنا في القوضة مش تحت الشمس عليك كبري مش وسط رصاص الظابط والعسكر أنا في القوضة بنهج بجري ارفع علمك أنا مش قادر أمسك ألمي ارفع علمك ما انتش أول واحد ولا آخر واحد يرفع علمك الشهر الكبير زين العابدين فؤاد بنشكرك جدا فاندم وبجد أثريت وجدنا جدا ووسعت وفقنا في حاجات كتير بنشكرك ونتمنى أنه دايما أشعرك تنشر في بلدك ودايما ما يبقاش في حرية على التعبير ولا حرية على الإبداع عمو ما يبقاش في قيود عن حرية آه ما يبقاش في قيود عن حرية نتمنى فاندم نورتنا مشاهدين فقراتنا مستمرة في نهارك سعيد لكن بعد الفاصل تابعوا ترجمة نانسي قنقر